أرحب الأول بضيف النجم الكبير الكابتن الكبير محمد حشيش اللي بيشرفني النهاردة فيه أستدسة بعد طول غياب وكأنه كان مصمم إنه ما يجيش إلا لما تحسم الصفقة ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي ونهائي كابتن محمد بساعة الخير وأهلا بيك حبيب أبا حميد مبسوط إنه معاك النهاردة طبعا ويعني جايين في توقيت مليان أحداث الحياة حيل وعلا ده فيه توفان أهلاوي على السوشال ميديا صفقة بمجرد الإعلان أنا أعتقد أنه منصات السوشال ميديا عالمية النهاردة بقتها تعمل حساب كبير أوي لأي صفقة بيعملها النادي الأهل الناس كلها طبعا كابتن كأننا عارفين القصة ومش عارفين النادي الأهل يرقص نحن شخصيا يعني وده سر نجاح النادي الأهل إنه يعني بيفكر كويس قوي واللجنة الكرة طبعا لغاية ما يصلوا لحاجة المناسبة في حدود الإمكانيات وفي حدود المتاح طبعا لأن أنا برضو عايز أقول للناس أن يعني الدورات القريبة مننا دلوقتي صعبت المسألة دي علينا شوية الإمكانيات كبيرة هناك وطبعا كل اللعبة المحترفة بتروح يعني على المبالغ الكبيرة إنما طبعا يظل النادي الأهلي اسم كبير وأي حد يتمنى أن هو يبقى في صفوف النادي الأهلي اختيار طبعا أنا شايفه يعني موجة نظري نجحات مارسل كولر كانت واحدة من نجحات مارسل كولر مع الأهلي الموسم الأخير والتحديات المقبل عليها النادي الأهلي أعتقد بالنسبة لأي لعب تمثل دوافع كبيرة جدا في أنه ياخد قرار من يكون موجود مع الأهلي المحترفين اللي هم لهم أسماء زي مودست وبالعب في الدوري الألماني مهما كان المقابل هو برضو يهمه أنه هو يروح فريق اسمه كبير شعبية كبيرة بلعب بطولات إفريقيا بلعب في كاس عالم للأندية يعني نادي مصنف عالميا زي النادي الأهلي فدي حاجة طبعا بيفكروا فيها وأكيد برضو ده الدفع الكبير صحيح اللي خليها طبعا يعني ياخد القرار ياخد القرار واعتقد أن وجود كولر برضو كان واحد من الأسماء مليون في المية طبعا لأنه يعني اسم معروف في ألمانيا ومعروف في أوروبا عموما تجاربه مع أندية الألمانية ومع منتخب النمسا بيشجع أي لعيب محترف أنه جاي عارف أنه في أيدي أمينة زي ما بيقوله مع مدرب كبير حيرتقي بي وارتقي طبعا بي الفريق ككل فدي طبعا خطوة الحمد لله يعني شفت إزاي استقبل الخبر يعني أو حتى من بعد يعني مش بس متعلق بإعلان النادي رسميا عن الصفقة لكن من قبل من قبل كده ومن أول ما بقى فيه كلام إنه الأهلي بيتفاوض أو فيه مفاوضات مع أنتوني مودست شفت إزاي ردود الأفعال شفت إزاي الناس اللي حللت الصفقة أو شافت الصفقة بص هي بترجع للتحليل برجع للانتماءات يعني فيه أنا أكيد ناس فيه ناس مغرد عايزة تفتس أي حاجة في الدنيا يقول لك أصل السن أمش السن الراجل ده بيلعف من أكبر الدوريات في العالم والدور الألماني بالتحديد بيعتمد على القوة والسرعة والنحية البدنية وفيه احتكاكات جمدة وفيه قوة جمدة جدا جدا يعني فكون الراجل ده بيلعف بروسيا كمان فرقة من الفرقة اللي بتنافس في الدور الألماني ولها تاريخ كبير أكيد على مستوى والناس طبعا لما دخلت وشافت الفيديوهات بتاعته عنده خبرات كبيرة جدا لو استعرضنا طبعا الإحصائيات بتاعته وعمل كم ماتشات كبير جدا أعتقد يمكن فور ربعمائة مباراة أهداف كثيرة جدا جدا عنده أكتر من مهارة يعني أولا هو جسمه ما شاء الله كويس قوي وحوالي متر تمانية وتمانين سنتي كبير يليه بمهاجم طبعا محترم بيجيد ضربات الرأس عنده كمان انطلاقات وسرعات البرجة اللي الواسع عنده كمان أهم حاجة ودي اللي كان محتاجها النادي الأهلي هو استخدال الفرص فيه السندوق الحقيقة أكتر من هدف جاله اللي هم متخصصين في الكرة وفهمين كرة ده المهاجم الهداف اللي متراز العالي شوفناه في أكتر من حاجة مستنشي الكرة بقى يوقفه لسه هو عنده القرار اشتركوا في القناة